اشتركوا في القناة 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 يجب أن تخدم ماء ورد الى بغيتي ولكن انا فضلت ندير مزهر في المجموعة لدينا 6 مقادر ولكن سهلين ساب البلدي العادي ساب البلدي فرماجة المثلس الحليب المجفف وكسف البشرة الجسم الحمص أستطيع أن تخدم مطحون لدينا حق وطريقك أعاجل الخطوط الرفيعة لا تبريمة عادية هذه الأسفة تبريمة 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 لن نكون معكم واضحة وصريحة الحمد لله تعالي كيبقوا مفتوحة دائما وابدا مما كنحبسهم متاشي حاجة لكي تكون بيني و بينكم الشفافية و المصداقية و ركا نحسبكم عائلتي الثانية و لله الحمد فهذه هم المقادير و كما قلنا هذا الوصفة رحتها من نعودش لكم كيفاش دايره أنا صراحة مرة كنديرها في الحمام العام مرة كنديرها في الدوش يعني كان دخوله كان بدلا نعملها الجسم ديالي والوجه ديالي لا تدري لجسم ديالي دياله غير الوجه ديالي فكتديرها بلما تكوني مزطرة أنا كي تغسلي لا ممكن ديالها غير وانتي قال ساكد تبقيه على الوجه ديالك تجعلي حتى نشوفك اتبقي تفركيها و المهمة التي سأشرحه معكم في الآخر الفيديو سنتدزول طريقة التحضير أول حاجة اللي بناس كتبدي بيها هي هاد القطعة للجبن أو الفرماج هاد الحبة ديال الفرماج كتشديها و كتمعكيها مزيان و كتزيديها شوية تلمى الزهر ماشي بزاف أغير شوية تقريبا واحد نصف معلقة كتخلطي مزيان هذا الجبن مع هذا الفرماج و من بعد غادي نضيف معلقة ديال السابو البلدي و من بعد غادي نضيف معلقة ديال السابو البلدي بالتعبيرة تقريبا نضيف كمية الحمص كمية الحمص التكريب وكما شركتها نضيف كمية الحمص حسناً هناك نتحدي نضيف الحليب المجفاف للحليب نيدو نضيف الحليب المجفاف نضيف الحليب نضيف الحليب المجفاف 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 اخذها معنا على الرسل عين حبيباتين اخذها معكم تبدي تفركي وكذلك الوسخ يمشي وكثير وحتى لا يبقى تصفيه يجسمها يجب سافي تقلب كل وحده بسيطة ورخيصة الفرماج مبيض تقلب السابون اعطيت المكونات وكشفة اخذها ارى اضافة افضل التطبيق اتمنى ان تشاهد او اشتركو اشتركو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة